أهلا بكم في برنامجكم صحة المواطن يمكن يكون النهاردة موضوع كبير قوي هنتناقش فيه موضوع مهم للغاية أسرار كتير عن مرض شهير أسرار كتيرة جدا عن ناس ناسية مرض موجود في حياتنا اليومية في كل الناس اللي موجودة في الواقع يمكن تكون المعدة بوابة من بوابات الإصابة بكثير من الأمراض وفي نفس الوقت بوابة من بواب الشفاء العاجل لكثير من الأمراض أيضا يمكن كان لازم علشان نتناقش فيه موضوع مهم للغاية ألا وهو جرسومة المعدة كان لازم يكون معنا ضيف متخصص أستاذ كبير في عالم الجهاز الهضمي أرحب بضيفي الكريم السيد الأستاذ الدكتور سعد زكي محمود أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد كلية الطب جماعة أسيوت استشار مناظير الجهاز الهضمي والفحص بالموجات الصوتية عضو الجمعية المصرية لمناظير الجهاز الهضمي عضو الجمعية المصرية للفيروسات الكبدية ومدير عام المستشفيات الجمعية بأسيوت أهلا وسهلا بك دكتور سعد أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بأستاذ المشاهدين في القناة وأنا بشكر حضرتك على اختيار الموضوع الحقيقة هو موضوع وانت اختياراتك الحقيقة الموضعك كلها من الموضوعات اللي بتشغل أزهان الناس وبتجيب على أسلة كتيرة تعن في أزهان الناس والمواطن علشان كده أنا سعيد باختيار الموضوع ده علشان ممكن نحيق النمية اللي ثامعا عن كثير من الحقائق خاصة بهذا الميكروب ولا مرض اللي بسببها وكيفية تشخيصها وعيدك يمكن يكون دكتور سعد هذا المرض مرض منتشر جدا في العالم حابب أعرف من حضرتك جرسومة المعدة ما مدى انتشارها في العالم وانتشارها في مصر بلدنا العظيمة تحديدا بص حضرتك هو بس عايزين نرجع للخلف قليلا ونرجع للتاريخ ان الميكروب ده اكتشف سنة 1982 بالصدفة البحتة عن طريق اثنين من العلماء الاستراليين اللي هم اكتشفوا بالصدفة كانت فيها عينة من المعدة تلكت لمدة يومين وبدأوا يجدوا عليها بعض المستعمرات البكتيرية لان كان معلوم زمان ان المعدة دي لا يمكن اي ميكروب يعيش فيها في وسط هذه الحمودة الحارقة وبعدين كان كل المعروف عن الماء ده ان الميكروب يعدي يعدي بس تندبابي حسب عدده لكن نما ألاقوا الميكروب ده بدأوا يصنفوه وبعدين اكتشفوا حتى الحقيقة العجيبة ان الميكروب ده مش بس ميكروب يقيش في المادة ده كمان بيقيش في وسط قلوي في وجود ماء ده حمودة حارقة في المادة ازاي بيعيش ده كان قدرت ربنا سبحانه وتعالى يعني هل هذا المكروب جرسومة المعدة بتعيش في وسط حامضي داخل المعدة بهذه الكفاءة وبشدة وخطورة هذا المرض؟ وهو أصلا مكروب يعيش في وسط قلوي فبيعمل لنفسه طرق سبحانه وتعالى العظيم أنه يقدر يتغلب على أو يتغلب يبعد عن حمود المعدة بطرق بخرى نشرحها بعدين إزاي هو يعيش في وسط الحمودة دي وهو مكروب قلوي يمكن لو نخرج تفضل يضح لنا صورة نشوف المكروب إزاي يكون منتشر في المعدة بالصورة العادية يعني مثلا لو هذا المرض بيتم الوسط الحياة بتاعه هو المعدة على الرغم أن حضرتك صنفته أنه هو الوسط الملائم لحياته الوسط القلوي ولكن بيعيش في المعدة بدرجة حمودة كبيرة حابب أعرف من حضرتك كيف بيتأقلم على فرق الوسط القلوي من وسط الحمودة دي سوفي الصورة بتاعني مرة واحدة شوف المكروب ده حضرتك زي ما أنت شايفه كده مكروب متحرك ومكروب عنده أهداف طويلة زي ما بين في الصورة كده أهداف طويلة بيقدر يتحرك فيه عشان يوصل للجدار الحاجة التانية فهو بيأمل بعض الإمكانيات عنده ربنا كيفه عليها علشان يتغلب على هذه الحمودة من هذه الكيفية أنه هو فيه حساس حساس لدرجة حمودة المعدة بيدور على المكان اللي فيه حمودة أقل ويروح فيها ده حاجة اسمها كيموتاكسس الحاجة التانية هو ربنا كيفه بيفرز مكروب بيفرز إنزيم اسم اليوريز اليوريز ده بيفرز بيتعامل وبيكسر المادة اليوريز اللي موجودة في جدار المعدة ويحولها إلى سانيوكسيت كربون وأمونيا الأمونيا دي كمادة بتتفاعل مع الحمد فتعادله يبدأ الوسط اللي حولي الميكروب إيه وسط وسط إيه وسط متعادل أو قلوي فتبدأ تقدر بقى تتغلب على الحمد والحمد ما قضاش عليها تيجي بقى تروح للجدار الحمودة اللي موجودة في المعدة الحمودة اللي موجودة في المعدة فيه الجزء اللي هو مبطل للجدار كنا زي ما نعرف كان بيقولنا في ابتداي المعدة تأكل التعامل تأكل نفسها هو بروتين لكن فيه طبقة اسمها طبقة الغشاء المخاطئ المبطل لجدار المعدة دي مادة وجود الحمد تبقى عاملة زي السفينج أو الجيل يعني نقدر نقول مثلا دكتور سعد فيه وسط عازل بيعزل الحياة المعاشية للميكروب عن الوسط الحمودة بتاع المعدة أيو الوسط ده الحمودة عن الجدار عشان ما يأثرش عليها لأنه كل اللي بيحصل في المادة بعد كده هو نتيجة الحمود ووصول المعدة لجدار المعدة فيه بين ميكروب ده لما بيعاد الحمود يفضل الوسط ده اللي هو محامل الجدار يصبح على هيئة سائل فيه يصبح في الميكروب عن طريق الهداب ويوصل لجدار المعدة ويعيش تحتها تحت هذه الطبقة يعيش تحت الجدار الطبقة اللي هي الطبقة المخاطئة دي على الغشاء المخاطئ المطل المعدة على خلية المعدة في الجدار أو داخل الخلية نفسه دكتور سعد يمكن أنا لما جيت قارية نظرية عن هذا المرض اكتشفت حاجة غريبة قوي اكتشفت أن مكتشفين هذا الجرسومة حصلوا على جائزة نوبل ده دليل على أن هذا الموضوع يمكن يكون أكبر من ما يتخيل السادة المشاهدين يمكن غائب عن أزهان الناس ولكن حاضر بوجوده وانتشاره في حوالي 50% لـ 70% من سكان العالم يمكن حد من السادة المشاهدين يسمع دولة يقول الدكتور أحمد بيبالغ في هذا الأمر ولكن ده حقيقة حابب أعرف من حضرتك حقيقة هذا الأمر وحقيقة هذه النظرية المنتشرة في التصريحات التي نظمتها ومنظمة الصحة العالمية عن هذا المرض نعم هو الميكروب ده طيب فعلا زي ما حدك بقول كده بينتشر بينتشر في كل بلدان العالم بنسبة تزيد عن نصف نصف سكان العالم أو أكتر في بعض القيسات وصلت لـ 70% بس ده حسب السن فانتشاره هذا يعني أن هذا الميكروب مهم جدا وبيعون أمراض كثيرة قوي عشان كده اللي اكتشفوه خدوا جهاز جهاز نوبل سنة 2005 واكتشفوه سنة 1982 ليه بقى عبال ما بدأ ما توالت الدراسات على هذا الميكروب وجدوا بمسؤول مسؤولية بشكل كبير عن أمراض في الجهاز الهضمي وأخاري الجهاز الهضمي مما يعني أن هذا الميكروب مهم جدا بالنسبة للعمل عشان كده قدوا جهاز نوبل لنفتع المجال لهذه الدراسات الكثيرة للبحث والتنقيم يمكن يكون دكتور سعد مثلا نسبة نص سكان العالم في سؤال يمكن يكون جاء على بالي من كلام حضرتك مهم للغاية حضرتك تفضلت نص سكان العالم مصاب بجرسومة المعدة هل كل نص سكان العالم يعانوا من هذا المرض ولا لا يعني أنه مصاب بالمرض أنه يعاني من أعراض حابب أعرف هذا الأمر هل كل من يحمل جرسومة المعدة مريضا ولا لا هذا سؤال مهم جدا ونسبة للمشاهدين علشان طبعا يعرفون ده الناس تخضت قوي أن 50% من سكان العالم عندهم الميكروب وفيه فرق في العلم بين الانفكشن اللي هو العدوى يعني انت حام الميكروب والمرض الميكروب موجود في الماء ده بيمكن يوعد سنين وكلنا بيأخذوا ومعظم الناس بيأخذوها في الطفولة بيوعد سنين ما يعملش حاجة في الماء ده فهو حام الميكروب ده اسمه ايه حام الميكروب مصاب ولكن لهو ليس مريضا امتى باي بيأخذ المرض دي قصة تانية ربنا كيف هذا الميكروب أنه ممكن يأخذ مرض امتى في عوامل خاصة بالميكروب نفسه وعوامل خاصة بالمريض نفسه العيان طبعا تلاقي الميكروب ده منتشر أكتر فيه في الناس اللي هم في العائلة الواحدة أو في الأقطار اللي هي أقل نموا وأقل التزام يعني نقول بمعنى صحة في البلدان مخفضة الدخل نعم أو الدول النامية والمقتز بالسكان والمقتز بالسكان لكن الدول المتقدمة قد يكون مثلا مختفي فيها ونسبته أقل يعني نسبة 30% نقدر نقول ممكن على حسب التقارير اللي ظهرت عن هذا هذه النسب تختلف حسب السن يعني لأكثر من 60 سنة معظمهم 80% من الناس 60 سنة ويكونوا عندهم مكروب أقل شوية بـ 40% 30% يعني السن بيلعب دور مهم جدا دكتور سعد في الإصابة بهذا المرض آه طبعا بالتأكيد فهي بيعمل إزاي المكروب بقى بيحدث المرض إزاي فالعوامل الخاصة بالمريد يعني مش كل مريد ما عنده المكروب هي مرض بيعمل إزاي لو كان المريد بيأخذ أدوية مثلا مصابة المناعة أدوية الاتهابات اللي هم يسموها نانستيرويدل عنده مرض مناعي بيصبت المناعة عنده ده بيخليه والسن طبعا عشان انغفاض المناعة وحاجة خاصة بالميكروب ميكروب ده مش كل ميكروب عنده القدرة أنه يعمل المرض فيه بجينات معينة في كل ميكروب هي اللي بتخليه يعمل المرض زي مثلا فيه اليوريس ده اليوريس ده الانزيم اليوريس ده اللي يخليه يخش على الجدار فيه حاجة اسمها جينات زي الكاج والفاك قصة كبيرة قوي أنه بتخليه يعمل قرحة أمتى ويعمل سرطان أمتى لأنه مش كل ناس بيجي لها هذه الأمراض ده حسب قدرة الميكروب أنه يخترق ويعمل أمراض ده ومع طول فترة المرض وتراكم الالتهابات دي والمواد اللي تنتج عنها لهذا التفاعل المناعي تفاعل الجسم مع الميكروب هي دي بتعمل المرض والتعرض وتخلي العيان أكثر عرضة لحدوث بقى المضاعفات الأكثر زي القرحة وزي سلطان المعدة يمكن يكون دكتور سعد جرسومة المعدة لما السادة المشاهدين يسمعوها يحسوا أننا تكلمنا عن الوسط المعيش اللي بعيش فيها وسط حمود وسط كالوي حابب أحرف كيف هي بتختارك جدار المعدة كيف بتسبب أصلا كرحة المعدة والكرحة ممكن لقدر الله بتتحول لسرطان المعدة حاببين نعرف من حضرتك كدرتها إزاي في إخلال وإحداث المرض بطريقة علمية نوضحها للسادة المشاهدين نقول حاجة تاني أن الميكروب ده 80% من الناس اللي هم عندهم ميكروب ما عندهم مش حاجة الباقي الـ 20% دي اللي بيحصل لهم المضاعفات دي اللي هي زي الالتهاب المعدة والتهاب الـ 12 وبعدين قرحة المعدة وبعدين سرطان المعدة بأنواعه ده في عدد معين من الناس الميكروب بيعمل إيه بقى فيه الميكروب أنا وذكرت من شوية مادة الأمونيا اللي بيطلحها الميكروب دي بعد ما يعد الجدار المخاطئ يروح للخلية المبطلة للجدار المعدة هذه المادة سامة للجدار سين بيفرز بعض التوكسنز اللي هي السموم زي الجاك والفاجد بيعمل التهابات داخل الخلية ويدمرها الحاجة التالتة حتى بعد كده إن الجسم نمي يجي يتفاعل مع الميكروب ده بيعمل حاجة اسمها أوكسيتف استرس يعني تفاعل عشان يحاول يقاوم هذه المواد اللي بتنتج عنها التفاعل سامة بالنسبة للخلايا وبتدمرها فبتنتقل الموضوع من التهاب إلى قرحة ومع مرور وقت وطول فترة ممكن يتحول لسرطان بس النسبة ده ايه النسبة 1% من 1-2% من السكان المصابين بالميكروب اللي هو عام العراض دي تستعد بقى نص سكان بمصابين كله بعد الحلقة دي يقولك إن أنا مصاب بجرسونة المعدة لا لا اللي هو اللي هو مريض 1-2% من المرضى اللي هم عندهم عراض هم ده اللي ممكن يتعرض علشان كده حبيت أسأل حضرتك السؤال وإزاي يفرق ما بين شخص مصاب وشخص يعاني من المرض يعني إحنا حضرتك وإننا حوالي 50% من إجمال عدد السكان مصاب يحمل المرض ولكن من هم يعانون من هذا المرض دي لها رؤية مختلفة وأعراض طبعا نشوفها دلوقتي مع بعض وحاجات أمور أخرى حبينا أعرف دكتور سعد هل هذا المرض مرض معدي يعني الناس تبدأ تقلق طبعا هو نص سكان العالم كله عنده عنده حامل ولكن الإصابة بيه كيف جدت الإصابة خله تنتشر هذا الانتشار الهائل لدرجة نحن دلوقتي بنقول نص سكان العالم مصاب بجرسومة المعدة طريقة العدوى في ميكروب الحلزوني الميكروب ده أي عدوى بتحصل فيها سايكل فيها حلقات الميكروب نفسه الوسط طريقة العدوى والمستقبل المرض الميكروب ده موجود في اللعاب أو موجود في البراز فموجود في اللعاب ممكن ينتشر ليه اللي خالوا قالوا مرض معدلية لأنه وجدوا انتشاروا فيه في الأماكن المقدسة بالسكان والفقيرة والتي لا تتبع الإجراءات الاحترازية في الصحة والحاجة التانية وسط الأفراد العائلة الوحدة مع ده كان فيه حاجة مشتركة بتنقل العدم فالموجود في اللعاب ممكن ينتقل عن طريق الرزازة عن طريق القبولات مثلا ده واحدة لكن موجود في البراز لما العيان يخش الحمام اللي هو المصاب يعني نقصد عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية غسل الأيدي بعد الأكل وبعد الحمام يمنح استعمال أدوات غير شخصية مثلا حد وراء حد آخر فكل هذا يتيح الفرصة للإصابة بعدوة جرسومة المعدة يمكن يكون دكتور سعد هذا الجرسومة تتغلغى الجدار المعدة ويمكن الإخراج يوضح لنا صورة رقم ثلاثة دلوقتي معنا أن يوضح لنا أن كيفية انتشار هذا الجرسومة داخل جدران المعدة وأن هي بتمشي وتسبب هذه الأمراض دكتور سعد يمكن يكون جرسومة المعدة ليس فقط مرض على هذا المسمى فقط ولكن كثير من الأمراض تنتج عن جرسومة المعدة حابة أعرض من حضرتك أعرف إيه هي أهم الأمراض اللي ممكن تظهر بسبب جرسومة المعدة ووجودها في الشخص الذي يعاني من ضعض الألام بهذا المرض زي ما اتفاقنا من شوية أنه مش كل وجود المينكروف في المعدة لا يعني مرضا والصورة موجودة الحركة الصورة دي اللي قلنا عليها من شوية أنه شوف في الجدار الغشاء المخاطئ المبطل الماء ده هذا الجدار اللي هو المينكروف ده اللي هو المبطل الأخضر بيحاول يعدي في الجدار الطبيعي ما بيعديش لأنه عامل إذا سبونج أو جيل أو ما يفرز إنزيم اليورييز ده اللي هو يعادل يطلع الأمونية وعادل الحمل يبدأ هذا الواسط الاسبونج ده يبسائل اللي يروح معدي مخترقه ويروح للخلية اللي بعديها اللي هي باللون الأصفر ده تعدي الخلية ويفضل تحت هذا الجدار محمي من تأثير الحموضة ويخترق الخلية دي ويفرز سموم تدمر يعني السموم بتبقى منتشرة داخل هذا الجدار بسبب جرسومة المعدة آه بعدي الخلية اللي يعني مرألة للسفرة آه المفروض اللي نبص يا دكور رحمد المفروض اللي هو الحمد ما يوصلش لهذه الخلية آه بعد ما يعمل هذا السقب اللي موجود ده بيخال الحمد كمان اللي هو بتاع المعدة يخترق يوصل للخلية يدمرها ودي بداية انتشار ونتائج الأمراض اللي بتنتج عن جرسومة المعدة اللي هتحصل في جدار المعدة والإثنى عشر التعبات اللي يسمونها الجاسترائتس والديودونايتس اللي موجودة دي الالتهاب تطور المرض بعد كده وجود المكروب بمواصفات معينة بيعمل بقى القرحة القرحة اللي موجودة في المعدة وموجودة في الإثنى عشر ده عبارة عن الجدار بتاع المعدة من شال وظهرة الجزء اللي تحته ويبذر بشكل أبيض وده لو شوف الصورة اللي من 4 و 5 و 6 هتلاقيهم موجودين يجيوننا الصورة الاخراج يفضل بس عرضينا الصورة كما اربعة وعدلوقتي طيب دكتور سعد الأمراض اللي بتصيب بهذا الشخص زي الكرحة وزي السلطان المعدة حابين نشوف الصورة موجودة دلوقتي تبقى معانا على الهواء كتر هذه الصورة البشعة في داخل جدار المعدة زي ما موجودة قدام حضرتك على الهواء حاجة بشعة جدا يمكن الناس لما مش بتتوغل لانها بتشوف الرؤية الداخلية للطب والعلم لا حاجة منظر أنا شايفه صعب صعب كتير طبعا شايف زي ما يكون فيه اختراق أو حرق في الجدار المعدة حابين عرفتنا حضرتك تأثير كل هذا على الشخص هو ده هننتقل بعد المرض اللي بسببها الميكروب الحالزوني أول حاجة للالتهاب بعد كده قرحة المعدة وال12 بعد كده سرطان المعدة ودي في نسبة عشان بس مخدش الناس واحد لتنين في المية عشان نرجع تاني عشان مش كل واحد هيكون مصاب بالميكروب يقولك أنا عندي سرطان أو يدور على نفسه مين اللي يروح للدكتور الذي يعاني من العراض اللي هنقولها العراض مش كل واحد يقولك أنا عندي أوروح حمل تحليل لا هو اللي بيشتكي بيروح للطبيع المتخصص بيفحص المرض ويسأله التاريخ المرضي وفحص الدقيق وبعدين يطلب بعد كده هذا المرض دكتور سعد يمكن محتاج لحد متخصص جدا في الجهاز الهامي ومش أي حد يعرف في شخص أعراض هذا المرض لأنه زي ما حضرتك قلت من شوية مش كل حاجة في الواحد يشتكن هو مصاب بالجرسومة المعدة يعاني من ويجري على نفسه لا قد يكون إن بعض الناس تحمل هذا المرض وليس تعاني من أي أعراض وهو يعني دي طبيعة الأغلبية من المحاملين هذا المرض وفي خلاف في العالم برضي بين العلماء قالوا هل كل واحد عنده المتشر في العالم يروح يكشف يعمله تحليل لا عشان كده هتبقى مشكلة ومكلفة جدا لازم كل العيان اللي بيشتكي من عراض الطبيب المتخصص بيعتقد إن هي الجرسومة أحد أسبابها هو ده اللي بندور عليه ونعمله وسائل التشخيص المتخصصة نقول المكروب ده عنده مكروب علشان نبدأ نعالج المكروب ده عشان نمنع مضعفات ما بعد يعني التهاب ممكن نعالجه في الالتهاب ممكن نعالجه في القرحة ما ينتقلش بعد كده لحدوث السرطان حابة أعرف من حضرتك سريعا دكتور سعد أي هي أعراض المرض يمكن تكون الناس حابين أعرف السيدة المشاهدين أعراض كتير قوي طبعا وممكن يحصل زي ما بيقول لبس أو اختلاط في الأمر ما بين ألم في المعدة عادي وما بين أعراض أخرى بيسببها حابة أعرف كل الأعراض اللي الشخص نفسه سيد المشاهد يبقى أعرف أنه لا دي أعراض دي رسمة المعدة نعم مش أعراض عادية يعني حد تناول الأكل ملوس حاس بأي أعراض حابة أعرف بحضرتك كل هذا الأمر بصحة دك زي ما قلنا قبل كده الميكروبي صوت المعدة الفترات طويلة وسنوات طويلة نبدأ يبدأ ينشط ويعمل المرض اللي هو زي الالتهاب عادة بيشتكي من ألم أعلى البطن عنده تجش باستمرار عنده انتفاخ عنده غسيان ميل القيء وبعدين ممكن يستفر أو يرجع بعد الأكل لكن تطول الموضوع بقى له حدوث بقى القرحة ممكن يحصل حاجة زي كده في الماء ده مثلا قرحة الماء ده العين لما يأكل يجي الألم ويجوع يخف في الألم قرحة الـ 12 يأكل يخف ويجوع يتعب فضلا عن كده عن طريق دم أو الدم ينزل في القناة العظمية ويتحول بعد كده لمادة اسمه المتين تخلي البرز دونه زي المزوت أو القطران دي اللي هي من دم الحاجات الخطيرة اللي ناخد بنى منها أن دي تنزيف بتسبب بعد كده لكن في الوقت يبدأ يسعى أو يجرى على نفسه يسعى بيعمل يعمل أنيمي حد طبعا لأن فقدان الدم بشكل كبير وبعدين يبدأ فقدان الشهية ويبدأ وزنه يخس هنا بقى لازم الدكتور متخصص سوى اللي يكشف ها العيان ده ويقول الأعراض دي هي يشتبه أن تكون سببها من كرب الحلزون يبدأ يدور على وسائل التشييص يعني في الوقت ده نقدر نقول لو شاف الأعراض دي ما فيش داعي للإهمال لأن الإهمال زي من وقول الشهيرة الأمر يتقلب من كرحة معدى لسرطان معدى دكتور سعر ده دي اللي بتحسن مع طول فترة الإصابة مع عوامل تانية عوامل السن وعوامل تانية اللي تثبيت المناعة اللي هي قوم الميكروب الحاجة التالتة بقى أن العيان ده أهمل ساب نفسه مرحش الدكتور كل شواء بيأخذ علاج عردي انت عرف علاج الماء لو حتى الإخراج يوضح لنا صورة أنه ممكن واحد يبحث على معدته في ألم في كذا فكل هذه الصورة موجودة في أزهان السادة المشاهدين موجودة معنا على الهواء يمكن الصورة تبقى موجودة حابين نعرف يفر السادة المشاهدين ما بين الألم الطبيعي وما بين الألم اللي هو ناتج عن كرحة المعدة وقرسومة المعدة يمكن أن يكون دا سؤال مهم جدا الأشياء أن ألم في أعلى البطن بالضرورة تكون سببها المعدة لأن المكان في منطقة المعدة ممكن يكون فيها ناتج عن المرارة ناتج عن البنكرياس ناتج عن المعدة نفسها ناتج عن الـ 12 كل دي وعشان كده لم يقولت دكتور متخصص مش كل من يعاني من المعدة من ألم في أعلى البطن يبقى عنده جرسومة وممكن يكون عنده حصوف المرارة ممكن عنده تأف بنكرياس وممكن يكون تأف المدى بس يساوي الجرسومة عشان المتخصص بقى يقدر أول ما يشك يدور على بعض التحيل المتخصص سألو لك العرض هي سببها جرسومة المعدة حضرتك دكتور سعد فتحت سؤال مهم جدا لازم يكون حد متخصص جدا علشان كده أنا حاب أسهل حضرتك سؤال مهم للغاية كيف يتم تشخيص الطبيب المتخصص لهذا المرض وكيف برضه يعرف السادة المشاهدين أن هذا الأمر ماشي في خطوات طبيعية بتشخيص صحيح حابين نعرف الطريقة العلمية لتشخيص هذا المرض بس في حاجة مهم قوي ياخد باله من السادة المشاهدين أن الناس بتروح منها نفسها مع انتشار هذا المعرفة بالمكروب الحلزوني وجرسوم تلمياد ونسا عرفها يروح المعمل يطلب تحليل هو بنفسه يروح يعمل تحليل الأجسام المناعية يعني بدون ما يروح لطبيب يطلع على المعمل ويقول أنا عايز أحل يقول أنا أعمل تحليل جرسوم ويقول الدكتور بقى في المعمل ممكن يكون متخصص برضو يروح يعملوا الأجسام المناعية للمريض داخل الدم هذا التحليل عندما يكون إيجابيا معنا كان العيان ده ممكن يكون تعرض الميكروب بشكل سابق ودي الأجسام اللي جاء في الجسم أو يكون عنده ميكروب فعلا بس ده التحليل مش متخصص عشان كده يقول السادس مشاهدين التحليل المتخص اللي بيطلبه المتخصص هو تحليل اللي هو فيه نوعي من التحليل تحليل بسيطة وتحليل اختراقية البسيطة اللي هي أشهرهم وأكثرهم عمليا هو تحليل الميكروب في براز المريض اللي هو جزء من الميكروب اسمه اسمه الانتجين اسمه الانتجين في الستو في البراز المادة دي لما تكون موجودة في الستو في البراز ده يؤني الميكروب ناشط والميكروب موجود فعلا الأعراض الموجودة ده هي ميكروب الحلزوني في تحليل تاني اللي هو في النفس هنا قلنا من شوية أن الميكروب الحلزوني بيكسر اليورية اللي موجودة في جدار المعدة ويطلع غاز سينوكسيد كربون بيطلعوا ويبلعوا شراب اسم اليورية وبعدين بيستنوا عليه ويحطوا فيه كربون معين 13 أو 14 عشان ما يطلع السينوكس بيطلع في النفس نقدر أن ينسوا في الآن بيمنفق في كيس ده جهاز معين مثلا أو منزار أو حاجة زاكرة ده هو كيس بينفق فيه والسائل الغازي اللي موجود بيستنوكس الكربون ده بيبدأ اختبار عليه أن ده الكربون اللي موجود اللي طلع من الجرسومة هو ده الميكروب معانا كده ده تحليل متخصص بيدل أن الميكروب موجود فعلا في المحدة طيب دكتور سعدة أثناء كلام حضرتك أنا خدت بالي من نقطة مهمة أن تحليل الدم العادي ليس أداة إثبات أو أداة نفي لازل مرض عشان كده محدش يطلب تحليل بنفسه اللي بعد كده بقى المرحلة اللي هو الاختراقية بقى اللي بنطلب بقى تحليل أكثر عمقا أنه هو مزار الجهاز أنا أعمل مزارة على المعدة الدكتور المتخصص بيعمل مزارة عشان حاجتي الحاجة الأولية هو بيان ما تأثير الميكروب ده على جدار المعدة هل عمل فالتهاب ولا قرحة ولا سرطان لا قدر الله ده التشخيص المرضي الميكروب عملية الثاني حاجة بناخد عينة من جدار المعدة عند منطقة الغارة في المعدة وبعدين العينة دي ممكن يعمل تحليل سريع على فيه ديسك صغير كده بيحط فيه يكشف فيه انزيم اليوريز أو يعمل فيها يعملها سبغات معينة بالتحليل النسيجي اللي بيلون فيه الميكروب بميكروب مباين الكروب نفسه بحجمه مش جزء منه أو يعمله مزارة علشان يشوف الميكروب ده فعلا موجود أو يعمل حاجة تحليل بي سي آر كلها دي اسمها تحليل اختراقية لكن أبسطها هو تحليل براز وده تحليل متخصص حسيته عليك حابة عرفنا حضرتك دكتور سعد يمكن يكون هذا المرض في غالبية ناس كتير ويقولنا يمكن مغرارا وتكرارا أثناء الحلقة أن ناس كتير مصابة به لو عندنا سيدة حامل وفيها جنيه حابة نعرف هل هذا المرض وجرسومة المعدة تؤثر على حمل السيدة وتؤثر على الجنين ولا لا خوفا على الحمل والجنين لا طبعا سؤال مهم جدا بالنسبة للناس أن الميكروب الموجود في الحامل له تأثيرات على الحمل وعلى الجنين والتأثيرات لما يكون نشط ممكن يؤثر على الست الحامل ويعمل فيها بعض التأثيرات أنيميا حادة نقص الحديد نقص فيتامي بي 12 ممكن يعمل في أول ترى شول بيعمل حاجة اسمها وحم الحمل اللي هو الاستفراغ المستمر وغير منقطع وما يستجيبش لأي علاج ممكن يعمل تسمم حمل ده في الست في الجنين ممكن يعمل تأخر نمو الجنين وخفاض الوزن الجنين عند الولادة ممكن يعمل إجهاض بسوة الماعدة ممكن تعمل إجهاض ممكن تعمل إجهاض لو كان نشط على أثناء الحمل ممكن تعمل إجهاض وممكن تعمل بعض العمل الخلقية في الجنين وخاصة في الجهاز العصري ممكن تعمل انخفاض في صفايحة دموية فده كل عراض ممكن تحسب في الحوامل لكن علشان نمنع الكلام ده هو منع العدوى لكن لو كان موجود أثناء الحمل بتوزن أمور لأنه مش كل أدوية أقدر ديها في الحمل عشان لا تأثيرها جدا وده حتى مهمة جدا لازم يعرفوا يا سيد المشاهدين أن صعوبة التعامل الطبيب المتخصص في هذا الأمر بيكون صعب جدا أن يتعامل ببروتوكول علاج معين مع سيدة حامل لأنه بيكون حاطط في المقام الأول الصحة بتاعة السيدة الحامل وصحة الجانين وعدم تأثير أي نوع من أنواع الأدوية عليه نعم فعشان كده المتخصص بيوزن الأمور مدى احتياج الست بشكل عاجل لهذا الهلاج وما بين مدى تأثيراته على الجانين لأن الأدوية دي بتعدي المشهيمة وممكن تصل للجانين فعشان كده بتوزن الأمور بمتخصص مش أي واحد يعلي لا ده هو دلوقتي أي سيدة هتبقى حامل أول حاجة هتفكر في بعد الحلقة دي دكتور سعد أنت رح تعمل تحليل أو تكشف علشان تتأكد مع حضرتك هذا الأمر خطير جدا للحامل والجانين لو في أي أعراض ظهرت عليها في أثناء حياتها تتوجه على طول لو الأعراض شديدة أو مستمرة طيب هل مثلا شخص دكتور سعد مثلا تناول وجبة من الواسة أو أطعامها من الواسة ودينك المنتشر أو في الفصل في دلوقتي حاليا في حياتنا اليومية وتعب مثلا تاني يوم ولا تانية يوم يقدر إزاي يفرق مبين هو مريض طبيعي لوقت هذا الأكل ولا هو مصاب بجرسومة المعدة حابب أعرف الفرق مبين دودي هو أول كل الأمراض بتحصل نتيجة لتسمم الغذائي سواء كان تسمم نتيجة لتوكسن سمم في الأكل أو يكون ميكروب بتاخد لها فترة تلاتة لأربع تيام ويكون استفراج ويسهل حد في الفترة دي لكن ده مش ده الصورة بتاعت الجرسومة المعدة سواء تقعد فترة طويلة قوي وعرضها بتبقى بسيطة في الأول ما بتكونش عنيفة زي التسمم الغذائي ده فعشان كده مش كل واحد استفرغ ولا حصلوا سهل مرة من أجل نقول كده علشان وضح للسيد المشاهدين علشان ما يحصلش فيه لبس في الأمر هذا المرض يمكن نكون يا دكتور سعد مرض خطير للغاية إذا نظرنا للنتائج اللي بتنتج عنه هل بروتوكول العلاج اللي خاص لهذا المرض بروتوكول سهل وسهل جدا الشفاء منه ولا مرض معقد والعلاج بتاعهم بيطول فترة زمنية كبيرة عشان الشخص يتخلص من هذه الميكروبات اللي موجودة داخل الجدار المعدة كل هذا عايزة عرفه من سيادتك بالتفصيل هو ميكروب اللي بترسومة المعدة الميكروب مش بسيط ومش شرس لكن هو الفكرة كلها ان الميكروب ده بيحتاج أكثر من مضادة حيوي وبرتوكول علاج واثنين مضادة حيوي أو ثلاثة مضادة حيوي مع مصابتات الحمد المصابت الحمد ده بيدي فرصة اللي هو المضادات الحيوي تشتغل فعشان كده النقطة اللي عايزة أوصلها دلوقتي ان فيه في السياداليات فيه أدوية للجرسوم موجودة في كبسل واحدة أو برشامة واحدة أو منفاصلة كل الناس دلوقتي عشان عالفتة بجرسومة ده معدن المريض يروح يقول للسيادالي ده خطيرة ده خطيرة يقول له الديني يعلاج جرسومة اللي يروح الدهور المشكلة بقى فيه انه كنا ما ييجي العيان عشان أعالجه لازم أسأل على التاريخ المرضي العيان ده جاله قبل كده أو محلل وكان عنده جرسومة خد علاجه ولا ما خدش المنطقة اللي احنا فيها دي هنا أو في مصر أو في العالم كله فيها انتشار لمقاومة الميكروب مضاد حقيقية اللي الميكروب ما بيستجيبش له ولا عشان كده اختيار البرتقول سواء السلاسي أو السلاسي أو حاجة يعني برتقولات كتير أو في العالم مقدرش يوصفها غير متخصص يعني عشان انت بتوحي يا دكتور سعد ان علاج هذا المرض تحديدا لابد ان يكون تحت اشراف متخصص بدقة شديدة علشان ما اخدش العلاج وما فيش شفاء لا ناخد العلاج عشان يبقى فيش شفاء تام من هذا المرض لازم اكون ماشي مع دكتور طبيب متخصص في هذا الامر بحيث ان احنا نوصل لما نريد نعم وده مهم اول ليه الرسالة عايزة اوصلها ان مش كل واحد يروح يوني السيدلية يجيب علاج الجرسومة ياخده وبعدين ياخده حتى ما بياخده من غير ايه من غير نظام طب ايه الفكرة يا دكتور سعد انا دلوقتي مثلا فيه ناس كتير اوه بتروح للسيدلية تقول له الدين على الجرسومة احب اعرف ايه الخطأ ان هو يتناول هذا العلاج بدون استشارة متخصص او حلل وعرف ان هو عنده جرسومة المعدة وراح للسيدلية وتوجه ان هو خدر هذا العلاج ايه هو الخطأ هنا الذي ارتكبه المريض واصبح جاني على نفسه وعلى الناس لان هو ياخده العلاج من غير نظام بيزود من مقاومة اه دي حتة اللي اعيز اعرفها يعني كان من اشهر الموضات الحيوية اللي بتعطى في حالات دي اسمه كلاريس روميس الكلاريس روميس ده بدأت في العالم كله تنتشر مقاومة المرض له فبدأت تنزل تظهر حاجات تانية في دراسات تانية زي مثلا الاموكسسين وزي الميتروندازول وزي الروفلوكسين انواع كتيرة ومرتقية كتيرة علاج ما اعرفت المتخصص الحاجة التانية لما العيان بيجي لي بعض مفحص هذا التاريخ بقول لك تاخده بالوقت ده لان في كل دواء له هاف لايف بياخده مثلا الساعة تمانية بقى تاني يوم الساعة تمانية يكون 13 ساعة بقى كل الساعة تمانية بقى تناشر ساعة يعني العلاج لي دورة معينة بيشتغل فيها هاف لايف هاف لايف يعني فتة ام النصف يعني انا الدواء بيشتغل 12 ساعة ما انفحش تاخده 24 ساعة ما انفحش تاخده نهار ده الساعة تمانية بقى تاخده 10 ما انفحش ولازم يكمل الجرعة كاملة برده ونكمل الجرعة 14 يوم اللي احنا بيديه للعيان الالاج علشان نقول للعيان ده كامل الجرعة ولازم يبقى استريكت يعني ياخد الالاج مضبوط الحاجة التانية اني اوما ياخد الالاج يروح طير ويقول لك رح عمل الجرسه اه ما انفحش لان وجود هذه الالأدوية وانت بتاخدها وغرض ما خلصتهم نفعش تعمل التحليل لا تقدر بـ 14 يوم بعد انتهاء هذا الكورس من العلاج عشان نأمل الجرسومة في البرزنة مختفت أو اللي ما اختفتش لو اختفت بها ونعبت ما اختفتش يبقى لازم نده كورس تاني وكورس مختلف يعني دكتور سعى تقصد ان الكورس العلاجي اللي تمه ما جابش نتيجة بنغيره نغيره كورس تاني أكثر لان ما هو الأدوان ما جابش نتيجة في مقاومة عنده منها في مقام الميكروب فنحن ردنا تاني ولكننا دينا كل سعى بس تتأكد انها نخده مظبوط خده في الأوقات المظبوط وخده 14 مهلاج مظبوط نيجي بعد كده نقوله لا بنختار مضاد حقيقة تانية ممكن بدل 3 أدوية بنده 4 طيب هو دكتور سعدة ما احنا بنعمل التحليل ان كان دي المعلومات العلمية هل مثلا بنختار نوع معين زي مثلا نما كنا ناخد في الانتبيوتك بنعرف ان احنا بنعمل انشاء مزرعة بكتيرية او مزرعة للميكروب هذا في هذا الامر في علاج جرسومة المعدة ولا بنتعامل ببروتوكولات مختلفة البروتوكولات دي تعاملت بناء على هذا الكلب يعني ما قالك الميكروب ده هو فعلا درس المضاد الحيوان ده ووجد الميكروب يستجيب ليه تأثير ده ايه وده ايه معروف من الاول لكن الفكرة كلها ايه ان ظهور المريض دمان الميكروب في اي ميكروبات بتحاول تعمل طرق للتغلب على هذا المضاد الحيوان بيشتغل الانزيم معين تشيل الانزيم ده خلص او تخلي الميكروب بيتحايل على الميكروب ماستجيبش لهذا المضاد الحيوان فنيجي نغير بقى المضاد الحيوان بناء على هزي الدراسات ففيه ادوية فيه السلاسي وفيه الرباعي وفيه بعدك ادوية تانية بتضاف يمكن مش موجودة في ببروتوكول اول والتاني ده بناء عليه المتخصة واللي بيقول هزي الكلب عشان كده الرسالة المهمة محدش ياخد علاج من نفسه ونمي ياخد علاج يكمله تماما يكمله القرعة كامل في وقت المحدد لحدوده الطبيب ما يعملش تحليل جرسومة بعد نهاية العلاج مباشرة يمكن يكون يا دكتور سعد زي ما بنقول كده المتابعة والوقاية هي كل حاجة في طريقها للشفاء نعم يعني متابعة ويعني وقاية المتابعة اننا بديت في خطة علاج يبقى لازم اكمل مع طبيب متخص حضرتك تكلمني عن امور المتابعة والوقاية اننا مرجعش اصيب نفسي بهذا المرض مرة اخرى لان حضرتك تفضلت في بداية الامر وقلت ان هذا المرض جرسومة المعدة شرس في العدوى والانتقال ما بين الاشخاص على حسب اذبابه سواء كانت بقى عدم اهتمام بعناها شخصية الاطعمة الملوسة وما عليها من مثلا صبب اي ميكروب موجود في مثلا البراز او انتقال في اي امر من الامور بصابة العدوى هذا اعرف اهمية متابعة المريض للطبيب المتخصص في المعايد في النقطة الاولينية موضوع المنع ودائما دول اللقاية خير من الالاج ومنع ميكروب الحلزوني انه هو يصيب الانسان بحاجة بسيطة ان العيان اي مريض سواء كان مصاب او غير مصاب لما يخش الحمام يخسل ايدي بعد الحمام مباشرة وابل الاكل معنى كده انه هو حتى الميكروب عنده وغسل ايدي كويس لا تتخيل ان مثلا غسل ايادي بس بالمية والصابون حتى مضير صابون خير 48 48 مكان ميكروب فالميكروب الحلزون ده طالما وصلش الاكل زعوا ان كان اكل طازع او اكل مطبوخ يباشى نصاب الى بعدين وخاصة المحضر للطعام الفي المطاعة واكتر حاجة بتانى العدوى اللي هي الاكلات اللي هي متطبيخش زي الصلطة او الحاجات دي ما ببعاش طبيخ فيها لكن الاكل حتى لو الاعيان ده جاب اصاب الاكل واطبق الاكل كويس بدأ ده الان معاينه بتكتب المكروب يبقى بالتالي منع العدوى الاحتراز واتباع الاجراءات الاحترازية البسيطة لو غسل اي دي بعد الحمام وقابل الاكل حاجة التانية طبخ الاكل جيدا والبعدا الاكلات اللي مهياش مجولة المصدر وانحنا كنا دي وقت في منتشر دي فاست فود طبعا ودي دي المشكلة الكبيرة ولا ما معرفش حتى في المطاعم دي هل متابع الاجراءات الصحية ولا لا فهو بانا ادم واحد بس مصاب ممكن يدي عادوا الكل اللي كانوا في المطاعم المنع ده المتابعة بقى زي ما قلت حضرتك المتابعة دي الدكتور هو اللي بيحدد العلاج بيحدد وقته وبيحدد امتى يعمل التحيل اللي بعدين وازاي يختار المضاد الحي اللي بعدها تاني عشان منع مضاعفات هذا المكروب ما نوصلش للمضاعفات بتاع القرحة والمصرطان حاجة تانية اوضيفها ان المكروب نفسه مش بيعمل امراض في جهازات بس ده بيعمل امراض ده خارج جهاز وفي دراسات كتيرة جدا جدا على مدى تأثير علاقة هذا المكروب بقصول الشرن التاجي والسكر وامراض في الدم وامراض في الجلد وامراض في العين وفي كل جسم جسم يعني جرثمة المع ده بوابة لانتشار كثيرة من امراض في الجسم كثير من الاوراض يعني في دراسات بتقول ان في الليها علاقة بالنوع التاني من السكر في دراسات بتقول ان في الليها علاقة بقصول الشرن التاجي في القلب علاقة بالخفاض الصفائح الدمية في الدم وطبع الأنيميا الحادة والحديد وفتن بي 12 وبعدين فيه كمان الأمراض المناعية وفيه أمراض السرطان حتى خارج الجهاز الهضمي في العين ومشابه دايماً ليه دكتور ساعد دايماً يقول لك أن الشخص المصاب بجرسومة المعدة بيكون دايماً حاسس بالشبع ما يكونش عنده جوه ما هو ده حتى ضمن أحد الأعراض اللي بتعمل وجود الجرسومة والسمو اللي بتعملها بتفقد الإنسان الشهية أو تخليه يشبع بسرعة مجرد ما يأكل إيه تعمل فيه بطل الأكل لما يبطل الأكل يحصلوا فقدان في الوزن لأن الأكل أقل فيفقد الوزن بس ما يكونش هو أصد كده بس ما يسمون يعني هو ما أصدش بس بيفقد الوزن إيهنا هو ما يأكلش ما ينوش نفس الأكل حضرتك تفضلت وقلت أدوية كتير وبرتوكول علاج متخصص لعلاج هذا المرض حابين نعرف هل فيه حاجات طبيعية جداً ممكن يتناولها الإنسان في أكله تساعد على شفاء الإنسان من جرسومة المعدة أو تساعد مع العلاج في الشفاء من جرسومة المعدة ولا لا أنا أقول المعلومة دي بس تخلي بالك أستاذ المشاهدين أن علشان باتنا ما بينقول فيه عشاب أو حاجات طبيعية لها دور في علاج أو تقليل نشاط المكروب أو قتله حتى ما يكونش بديل الأدوية يعني ما يكونش ياخذ الأدوية دي وقول لك أنا أخط العشاب وخلاص الأدوية بلاش كتير بتقول لك أصد دا حاجة طبيعية فبلاها بقى إيه الأدوية والكيمويات زي ما بيقولوا لا واللي عالق بزهان الناس إن يقول لك خليك طبيعي الطبيعي مش معنى كنا نقوله طبيعي 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 مش مؤذن يعني وقول لك دا نبات مع النبات دا ممكن يكون ضر وممكن يكون نافع ففي بعض الحاجات دراسات تعمت على كتير حاجات كتير أهم من نحن بناكولها بتواجدوا إنها بتقلل من 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 توالد وتكاسر الميكروب بتمنع حتى وممكن تمنع الميكروب دا يلتسق بالجدار عشان ما يوصلش لجدار المعدة حاجات تانية ممكن تعمل تقلل تأثير هذا الميكروب على الجدار المعدة زي أشهرهم مثلا الزبادي مثلا اللي هو اللي فيه في بعض البكتيريا فيه اسمها الاكتوباسيلس وبيفيدو بكتيريا دي أصلا بتصبط نمو هذا الميكروب فانو خدنا الزبادي دا دا حاجة مساعدة خلص العلاج وتقلل تأثير العلاج وطالما قل تكاسر الميكروب بقل تأثيره على المعدة الحاجة التانية مثلا عسل النحل كنا عارفين عسل النحل مضاد بكتيريا لكن مش تقلنا علاقة تأثير وجود دا أنا أخيف دا بيصبر نمو الميكروب يعني وسيلة مساعدة العسل الشاي الأخضر مهم جدا ووجدوا إن الشاي الأخضر حتى لو خدته بتناوله على طول ممكن يقلل حدوث مضاعفات الجدار إن الميكروب ميأثرش على الجدار المعدة ولهو الميكروب موجود وبتاخده بيقلل تأثير الميكروب على الجدار حاجات تانية مثلا زي زي البروكلي مثلا والقسوس القسوس دا أصلا علاج القرحة المعدة من زمان نحن عارفينه من زمان لكن وجدوا كمان هو بيصبط نموه ميكروب الحلزوني البروكلي دا برعب البروكلي دا مهمة جدا برضو وجدوا لها فيها بعض المواد الكيموية اللي بتصبط نمو الفيروس وبتقلل تأثيراته على المعدة والأرنبيت كذلك زيه برضو كده فكل الحاجات دي الطبيعية اللي بنوا عليها دي تساعد وإنت بتاخد العلاج أو خدناها تمنع تأثير ميكروب أو تساعد على التخلص من ميكروب إن المضادة بيجيب لتيجاء أحسن من هم الوحد أنا معي قيمة علمية كبيرة في الجهاز الهضمي وعشان كده كانت في برنامج صحة الموطن النهاردة كان لازم أستغل حضرتك في حاجة مهمة جدا ما ينفحش أتعد الحلقة دي دكتور سعد وأنا أمام قيمة علمية وتراث فريد في الجهاز الهضمي بدون نصائح عامة في أغلب أمراض الجهاز الهضمي عايز حضرتك ولو بصورة بسيطة جدا أهم الأمراض اللي في الجهاز الهضمي نصائح من الدكتور سعدي زاكي أستاذ الجهاز الهضمي بجامعة أسلوط حابب أعرف نبزة مختصرة كنصائح للسادة المشاهدين عن أغلب أمراض الجهاز الهضمي وإحنا مش نقول للسادة المشاهدين أن السكر وبعض الأمراض من أهم مشاكل الجهاز الهضمي اللي الناس كلاب تكره حابب أعرف نحضرتك شوية نصائح عامة بس للسادة المشاهدين في طايم في طايم لا تمام تفضح حضرتك بص حضرتك هو في حاجات بالنسبة للعامة للجهاز الهضمي بنصح بها الناس وحاجات بعض الاعتقادات الخاطئة يعني مثلا فيها بس الناس كلها بتقول لك مثلا ما تشرب المية شرب المية وسط الأكل أو ما تشربش لما يوسط لك عشان تشرب المية وسط الأكل ممكن يعمل كرشي زي ما بيقولوا لكن هو النصيحة العلمية أنه المية المية تشرب وسط الأكل ليه؟ لأن أصلاً المية تشرب وسط الأكل مش آخر الأكل ولا أولا ممكن قبل ما تأكل لكن وانت بتأكل ما تشرب مية وسط الأكل ليه طبعاً بترساعدة دايماً نسمح كده من الناس بعداً عن الطب يعني بغض النظر عندنا طبيب يعني أنه يقول لك أن تشرب مية وسط الأكل تعمل كرش ده صحيح ده المعلومة خاطئة لكن هو طبعاً نرجع بقى للسنة سيناعه السلام بيقول ما ملع ابن آدم وعاء إن شاء الله من بطن فإن كان لهم حالته فائلاً فسلسه لطعامه وسلسه لشرابه وسلسه لنفس لما هو يأكل بقى الحد بل ما أدتب بالآخر فيه المية وفيه النفس عشان كده وسط الأكل وانت بتأكل المفروض حاجة اسمع وانت بتأكل بتحب اللفظات شغالة بحيث تعادل كمية الأكل لما تيه تشرب مية وسط الأكل بتعمل تخفيف اللي ده خالص ويحصل خلل في الهضم عشان كده بتشرب وسط الأكل علشان ما يحصلش خلل في الهضم الحاجة التانية ما تشرب المية تمص المية متبقى بهاش على ثلاث مرات ليه عشان ده فورمة آه آه فعشان كده حتى ده ما يقوله ما تطفوش مرة واحدة آه فتاخد تمص المية مصة ولا تعبه عب آه الحاجة التالتة بقى جالك صغيره اللقمة وأجده المضغ تعالي اللقمة وتنضغ علشان لأسنان ربنا عملها عشان لها دور في الهضم في تقطيع الأكل عشان ما تمشي عبه على المعدة الناس كتير بتبلع بس مش بتنضغ آه فده مدعمل خل المرات بنعمل الأسنان ليه آه فسغلوا اللقمة وأجدوا المضغ سينا ربنا عشان لألكتر صلى الله عليه وسلم وبعدين جال في الآب المية برضو آه لا تجعلوا آخر طعامكم ماء آه وغطوا الماء ولو بلقمة صلى الله عليه وسلم حتى لو وكلت هتلقمة بعدين تاني عشان يحس الإفراس تاني الحاجة التانية المهمة اللي بتخلي الناس ممكن تحصل لها بقى إمساك انه لما يجي له إحساس بهذا يخش الحمام يمنع نفسه آه فالده اللي مهمة لما يجي لإحساس خش عشان ده المكروب الجهاز الهضمي فيه ساعة بيولوجية آه هو اللي فرق لما يجي لإحساس بيبتع الإشارات المخية عايزين نفرق تفريغ آه آه فالتفريغ ده مهمة أوجب في الطايم بتاعه لما ينبيهك كله شوية بتبطل يروح يحصل بقى ارتخاء في الجهاز الهضمي يعتبر ان الوقت غير مناسب للتبرز فيصبط هذه الأحاسيس العصبية فيحصل له يحصل له إمساك الحاجة اللي مهمة جدا في ديه أن هي تثبيت وقت الأكل تثبيت لك ناس ولي هبتأكل عندما يحضر الطعام هو رأسا من النصيحة اللي قال هاي نحن نقوم بلنا نأكل حتى نجوء إذا كنا نجمع من أين يأتينا المرض فلما يأكل لما يجي الأكل ليه نقولك لما يجوء لما يجوء كل الإشارات العصبية راح للجهاز الهضمي كل طالب أكل فكله مستعد إيه اللي فرضت مستعدة والحركة مستعدة والجهاز العصب مستعدة علشان يتلقف هذا الطعام وياخد الدورة بتاعته لإخراج دكتور سعب عطعك أنا عارف أن الوقت سرقنا كتير قوي لأن أنا بصراحة مستمتع جدا بالحديث ومبسوط جدا بأن هذا النصاح حابب في خلال دقيقة بس أعرف من حضرتك نصيحة لمرض السكر في بساطة نصيحة حضرتك تشوفها أن مرض السكر محتاجينها السكر ده مرض يحتلم من يحتلم هو السكر ده مرض بسيط ومرض شرس المريض السكر ده لو اتبع التعليمات المزبوطة من ناحية الأكل ومن ناحية الأدوية مش يبقى فيه مشكلة بالنسبة له لازم مشيه معلومة السادة ومشاهدين يعرفوها أن السكر أفسه كمرض حتى وهو مسيطر عليه بيعمل مضعفات وخاصة في الجهاز العصب فما بالبع له هو مش مزبوط فعشان كده نبلقوا أن السكر ده لما محتاج تنظيم في الأكل وخاصة المواد السكرية والنشوية وبعدين محتاج اتباع التعليمات الصارمة فأخذ العلاق في وقته والحاجة الثالثة الرياضة الرياضة بالنسبة للسكر لأنه هو ده يعني الرياضة والمشي كله ده هزمهم جدا لمرض السكر والمتابعة عند طبيب لأن فيه بعض مراحل معينة بنقل بنخير عدوية السكر كل شوية حسب الحاجة وحسب احتياجاتك للمريض ده حصل له ايه عنده أمراض تانية اللي ما عندوش ده مهم جدا الرياضة واتباع لجراء اتباع تعليمات الطبيب المباشرة طيب في حتى مهم جدا في مرض السكر دكتور سعد حاب حضرتك توجه فيها نصيحة بالنسبة لمريض السكر كيف يتناول عادات الأكل يعني هل يأكل مريض السكر في عاداته أكتر يعني يأكل على كذا مرة في أوقات متعددة ولا يأكل مرة زي الإنسان الطبيعي كل حضرتك زي ما قلنا من شوية هو المشكلة لو الناس ترجع للصح نحن قومه لا نأكل حتى نجوق نعم لما يجوق يأكل ما حدش قال ما يسيرش نفسه لا ما حدش قال اللي على الفكرة الأكل ثلاث مرات زي ما احنا بدعمل دلوقتي فطروا غدا وعاشا الناس بيتأكل عندما يحضروا الطعام طيب هو الأكل هو واكل دلوقتي حالا والماء ده فيها أكل الأكل ده بيسمونه نص السوى يعني طيب إنه ميجي أكل تاني جديد طيب الماء ده تفضي فيهم تفضي فيهم إنه فيهم تفرغوا للماء الدقيق ما في وقت الوقت بيأخذ أربع ست ساعات في الماء ده عشان يتحول لصورة معينة بإفراز الماء ده بيعمل حاجة معينة علشان يخلي الأكل صالح لانتقاله للإثناء عشر لماء الدقيق طيب هو أكل نص سوى أكل ما فيش خالص فده خلل فعشان كده مرض السكر نعم بيجوق بيأكل بس هو في حاجات معينة بيقلل منها اللي بترفع السكر اللي هي زي ما إحنا بنقول السكريات الوحادية زي البلح وزي الهنب وزي العسل كل هدي بترفع السكر ومريد السكر مش محروم ومحن نمشي نفسه بس بالوسطية بالوسطية يمكن يكون يا دكتور سعد أنا مبسوط جدا وسعيد والله بهذا الحلقة ويمكن محتاجين حلقات وحلقات مع دكتور سعد اللي استفادة من حضرتك ربنا يبرك في حسياتك يا فندم أنا أنهي علاقتي اليوم ونشوفكم إن شاء الله يوم الجمعة القادمة الساعة السابعة مساء مع قيمة علمية كبيرة أخرى إن شاء الله وموضوع آخر مسير للقدل في عالم الطب بإذن الرحمن ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته